أثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خطاباً متصاعداً ومظاهرات حاشدة رافضة لاستمرار الحرب على القطاع وسياسة التجويع والإبادة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أبرز حلفاء الكيان المحتلة ظهرت قبل أسابيع في الجامعات ووصلت الآن إلى المدارس حيث رفع طلاب مدرسة أمريكية في واشنطن دعوة قضائية متهمين الإدارة بفرض رقابة عليهم من خلال حظر الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين الجامعات المدافعة عن حقوق الإنسان لاحظت ارتفاع وقاع الكراهية والتحيز لسيما ضد العرب والفلسطينيين في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة وهو ما رفضه آلاف المتظاهرين في جامعات كثيرة بولايات مختلفة وانتشرت التظاهرات ما دفع إدارات الجامعات ومسؤول الولايات المتحدة لسماح للشرطة بدخول حرم الجامعات والقبض على عدد من الطلاب تشهد الجامعات الأمريكية وأبرزها جامعة جنوب كاليفورنيا أحداثا ساخنة وحالة من الجدل والنقاشات المكثفة بين الطلاب والعملين منذ بداية الحرب في غزة إذ يقول الطلاب المحتجون إن عدد حوادث معادات الإسلام قد ارتفعت بعد الحرب فقد قتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني عمره ستة أعوام في أكتوبر الماضي بعدما طعنه رجل في ولاية إلونوي كما تعرض ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني لإطلاق نار في نوفمبر الماضي بولاية فيرمونت وتعرض أمريكي من أصل فلسطيني للتعني في تاكسس في فبراير الماضي ورغم استمرار المظاهرات الحاشدة المناهضة لدعم آلة الحرب الإسرائيلية في معظم الجامعات والولايات الأمريكية نصب المتظاهرون خياما للعتصام في أماكن مختلفة منها نيويورك وجنوب كاليفورنيا إلا أن تلك التظاهرات تواجهها السلطات الأمريكية بالقمع ولا اعتقالات ما يبرز حجم ازدواجية الإدارة الأمريكية في التعامل مع مجرية الحرب في غزة